نتعلم نخطو نتقدم وننير الدرب إذا أضلل نتعلم والعلم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عزيزي الطلاب أهلا بكم في حلقة جديدة في القدرات النفذية إن شاء الله اليوم نستكمل أيضا التأسيس في الخطأ السياقي السؤال واليقول اعتقد العلماء ماذا اعتقد العلماء أن هناك علاقة كبيرة بين التغذية ونمو الجنين طبعا أكيد حتى هذه الجملة صحيحة 100% ونفو أن الطعام القليل يشكل خطرا على الحمل كيف علاقة التغذية مؤكدة في نمو الجنين وكيف نفو لا المفروض نفو المفروض أكدوا أكدوا أن الطعام القليل أو عدم تنوع الطعام وقلة التنوع الطعام يشكل خطرا فعلا حقيقيا على الحمل ولذلك نفو الإجابة خاطئة ازرع البسمة في صدرك ازرع البسمة في صدرك تحصد الحب في قلوب الناس كيف البسمة تزرحها في صدرك ازرع البسمة في وجهك ازرع البسمة على صفحات وجهك تبسمك في وجه أخيك صدقة ولذلك صدرك هي الإجابة الخاطئة السعادة كالشمس فعلا السعادة مثل الشمس كلما اقتربنا منها كلما تقترب من الشمس ألقت بظل متاعبنا أمامنا خلي بلك الظل كلما اقتربت من الشمس الظل يكون في الأمام أم في الخلف طبعا خلفنا ولذلك السعادة مثل الشمس لو أنت في مشكلة لا افرح امبسط وتفائل خيرا مثلك الشمس كلما اقتربنا من السعادة ان شاء الله تلقي بظل متاعبنا خلف ظهورنا يبأ أمامنا عكسها خلفنا سؤال 287 يقول إذا سألت كريما سألت يعني طلبت منه الطلب الإنسان الكريم لو طلبت منه طلب حاجة إذا إن سألت كريما حاجة فدعه اتركه يراجع نفسه فهو يفكر في خير طبعا لو إنسان كريم طلبت منه شيء اتركه لا تجبره تقوله الآن فاطركه لعل يفكر في شيء أفضل ممن سألته وإن سألت الغني لو طلبت شيء من الغني حاجة فعاجله قلوا الآن لألا يشير عليه طبعه ألا يفعل فإن راجع نفسه عاد لأصله يبقى هنا خلي بالك بيتكلم عن الكريم وعكس الكريم البخيل يبقى إذا الكريم سيعطيك بل سيعطيك أكثر مما طلبت أما البخيل أما البخيل فإذا سألته فخذ منه الآن لأن البخيل لو طرقت يفكر فربما سيرجع عما كان سيعطيك إياه ولذلك لأنه سيعود لأصله وهو الشح والبخل غالبا غالبا ما يعود العقاب البدني أنت تعاقب الطفل بدنيا العقاب البدني بالسلبية على الطفل حتى هنا الإجابة صحيحة حيث يجعله يجعل من الطفل حيث يجعله هاديا هل العقاب البدني بيجعل الطفل هاديا لا بيجعله قلقا متوترا عصبيا شرسا ولذلك العقاب البدني يعود بالسلبية على الطفل ومن ضمن هذه السلبية القلق والتوتر والعصبية ولذلك هاديا ستكون الإجابة خاطئة يجب على الإنسان الحزم أن أنت تكون حازم يجب على الإنسان الحزم في شؤون في شؤونه الطربوية لكي لا يضيع ماله ويحتاج إلى الناس خلي بلك كنا بيتكلم على المال ما علاقة التربية بالمال المفروض يجب على الإنسان الحزم في شؤونه المادية في شؤونه المادية في شؤونه العملية في شؤونه المادية لكي لا يضيع ماله ويحتاج إلى الناس يبقى إذن أنت تكون يجب عليك أن تكون حازم في مصاريفك تكون مدخل تكون اقتصادي تكون حريص ولذلك هذه شؤون اقتصادية في هذه شؤون مادية والذي نقعرف تامنين هنا بولك كي لا يضيع ماله ويحتاج إلى الناس في المستقبل أصبحت المعلومات في العصر الحديث ماله يبقى أصبحت المعلومات متوفرة بكثرة في زماننا الحاضر صح يبقى هذه صحيحة وهذه صحيحة لذلك أصبحت تحقق فعلا التحقق يعني التثبت من المعلومات أقل أهمية كيف أقل أهمية المفروض تكون أكثر أكثر أهمية وأكبر أهمية من الحصول عليها الحصول على المعلومات سهل ولكن في هذا الزمن ولكن يجب علينا الأكثر من ذلك أننا كيف نتأكد ونتثبت من صحة هذه المعلومة ولذلك أقل عكسها ستكون أكثر سؤال 291 يقول من تعلم كثيرا من تعلم كثيرا عن الآخرين قد يكون ذكيا اللي بتعلم من الناس بيكون ذكي طبعا أما من يفهم نفسه الإنسان اللي بيفهم نفسه فهو الأقل ذكاء كيف أقل ذكاء فعلا شباب أنت تفهم نفسك هذا ذكاء أكبر من أنت تفهم الآخرين يبقى كل إنسان فينا يجب عليه أن يفهم نفسه ماذا تريد كيف ماذا تريد ما هدفك كيف تخطط للنجاح ماذا فعلت ماذا سأفعل ماذا أريد كل هذا لابد أن تسأل نفسك ماذا تريد واللي يفهم نفسه بيكون أكبر وأكثر ذكاء من أنت تفهم الآخرين الرجول لا ترتجل هذا السؤال خدنا من قبل نعم الرجول لا ترتجل ما دونش أنا بطل بدون فعل يبقى البطولة من السهل الرجول ليست من السهولة البطولة لا ترتجل إنما هي ثمرة اجتهاد عظيم فعلا وتضرد بطي نحو القمة فعلا يا شباب أول يوم حضرت التأسيس فهمت ببطء ثم بتسرع ثم بتتقدم ثم حتوصل لتسعين ثم مئة يبقى هذا تقدم بطيء طبعا بطيء تدرج بطيء مش تدرج سريع ولذلك من الطبيعي انت خلت اتدائي ثم متوسط ثم سانوي ثم جامعي هذا تدرج طبعا منتظم هذا تدرج منتظم نحو القمة يبقى إذا ما ينفع تولف من يوم وليلة أنا أستاذ سنجيب المياه طبعا هذه ليست بسهولة الأمل مال الأمل هو الذي يقوو الإنسان فعلا الأمل هو الذي يقوو الإنسان هذه صحيحة وهذه صحيحة هو الذي يقوو الإنسان فيه يرى ما يراه الآخرون خل بالك يرى ما يرى الآخرون ويستطيع فعل ما لا يستطيعون فعله كيف يبقى إذن هذه صحيحة هذه صحيحة والأمل يخليك تفعل ما لا يستطيع فعله الآخرين صحيحة إذن يراه هي الخاطئة عدو كيف يراه تكون خاطئة المفضوع فيه فيرى فيرى ما ما لا يراه الآخرون ما لا يراه الآخرون يبقى إذن إن الأمل بيخليك تشوف أشياء الآخرون لا يرونها تخليك تجعلك تستطيع فعل أشياء الآخرون لا يستطيعون فعلها ولذلك الأمل هو الذي يقوو الإنسان فيرى 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 ما لا يراه الآخرون وتستطيع فعل ما لا يستطيعون فعله ولذلك الإجابة ستكون جيم إلى هنا قد انتهينا من هذه الحلقة دمتم موفقين نلتقي في تأسيس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته